بسم الله منعش غزال جربوه غزال جربوه رمضان كريم الوصفة اليوم ستكون مختلفة على الوصفات الاخرين اول مرة سنشارك معكم واحد العاصر كيجيمون نعيش بزاف انا كيعجبني بزاف وفي الفيتامينات سنستعملوه في مقادر ديالو الحامض الحليب المحلة المركز هنا عندي التلج والماء دا بغندوزو نشوفو طريقة تحضير هاد العاصر سنبدو بسم الله سنضغط الحامض ونحاول نحاول ننقيه حتى القشرة البيضة سنكملها لا تريد الماء المعدني يمكن له الماء الغازي كي يتفادوا المياه الغازية في رمضان ثلاثة ثلاثة نقية الحامض نضغط 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 دا نضغط 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 فقط نصفه مزيين 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 نجيبه هنا ونرجع هذا هنا نزيد الحليب مركز بمحلة نضيف كل شي عيني ميزاني كانت مننا مالله يخدمني الروبو لأنه شفتوك ذكي عيه كيف قلت لكم الروبو اللولاني مكملش معايا الخدمة سوف نعرفكم الشكل النهائي للعصر سوف نتبقى معايا ونوريكم طريقة تقديمه العصر دينا وجد سوف نقدمه معاكم باش تشوفوا هذه التكستور دياله كيف جيت نبقى ربك قمه الإنعاش ما هي قمه الإنعاش قمه الإنعاش بسم الله منعش جربوه كنت مننا مالله تكون عجباتكم هاد الحلقة ديال اليوم وكنعطيكم موعد في الحلقة المقبلة ان شاء الله مع وصفات في عالم هند